موسيقى حضرتك إيه ما تاخد كل حاجة لما تعمل عليك جذوب مكسكوبي إيه ما تاخدها عصب ده لما هيك قلم غير عادي الأوبشنز اللي تضرهم أنا بمنعها من المركز عادي أنا أعرض على مريض عارض يدمر له أسنانه يبقى أنا مدور أنا معملش كده الأستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جماعة عين شمس دكتوراه علاج الجزور بجماعة عين شمس ماجستير علاج الجزور جماعة عين شمس زميلة كونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجزور المدربة المعتمد من جمعية العالمية لطب أسنان الرقمية ضايف العزيز أستاذ الدكتور شادي علي حسين أهلا بيك الدكتور شادي منورنا. ده خليه. اه حشوة تجميلية يعني ايه? يعني ايه كلمة حشوة تجميلية? المعنى ده الظهر اوه. كويس احنا في تخصص عندنا في كليات في كليات الطب. اسنان اسمه العلاج التحفوظي. يعني ايه العلاج التحفوظي? اللي هو علاج كل ما هو خاص بتاج الاسنان. يعني التاج الاسنان ده اللي هو جزء اللي فوق اللسم. ليه السنة اللي انا شايفها بمفهوم الناس كسنة كل ما هو ينزل لتحت التاج ده اللي هو الجدر او الروت بتاع السنة ده بنسميه علاج جزور انما العلاج اللي هو بتاع التاج ده لانه طالما لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايما الناس بتهمل الاسنان في المرحلة دي لحد ما يبقى عنده قلم لانه هو بقاش عنده قلم فيبتدي يهمل السنة في هذه المرحلة فدلوقتي التقدم اصبح عالي جدا اصبحنا بنعمل جزء كونه زمان نقعد بنفتح كل السنة عشان نحشيه كويس عشان خاطر كانت القصور في مواد الحشوات زي الحشو البلاتين او الحشو الابيض كان بيخلي ان احنا لينا في حاجة اسمه ريتين شور فورما او حاجة زي التحافظ على الحشوة متوقعش فده يمكن مريض كان عنده حشوة البلاتين الموجودة دي ولو طلاحي الدكتور ايمن شايف السنة الصغيرة دي بنسميها الضواحك البلاتين من ضمن عيوبه ان هو عامل زي حطيت زلطة في كرة ازاز وقعتت الزلطة عليها الكرة الازاز كوباية الازاز قصدي كوباية الازاز اللي حصل فيها ايه هتتشرخ فده اللي حاصل في السنة اللي حريك شايفها قدامك شايف الشرخ اللي نازل من تحت ده ده نتيجة الحشو البلاتين حاجة تانية ان هي لو ما تبص الموقع دي دي مش حشو تاسويس دي الوان المريضة كانت فاكرة من دي تاسويس ولكن في الاشعة المقطعية كان عندها ما بين الدرسين في تسويس ما بين الدرسين مش باين في فمه فدي برضو فائدة الاشعة المقطعية لانا نقدر اشوف التسويس اللي مش باين في بالعين المجرد كويس فما بين الدرسين دايما بيبقى في تسويسات من قاش شايفين فكان زمان نقعد نفتح كله نفتح الفتح كله بتاع السنة فدلوقتي لأ اول حاجة عملناها ان احنا شلنا الحشوة البلاتين بالتكبير وشلنا بس الجزء اللي في تسويس ما بين السنتين قد طالح جزء كبير اه جزء تا بس كنا زمان بنفتح لحد بنشيل النقطة السوزة دي كلها انما لأ هي كانت الحقيقة المريضة دي كان لها طلب غريب شوية كان يدحك يعني ان هي النقطة السوزة دي عجباها لان هي موجودة في سنانها كلها وهي اتأكدت ان هي مش تسويس فهي مش عايزة تشيلها فهي عايزة ترجع الجزء اللي ناقص يعني يمكن حتة من النقطة السوزة برضو بينا عند الحفل حيث الجزء اللي ناقص ده بنفس الشكل بتاع النقطة السوزة اللي موجودة فيه كويس وفي نفس الوقت مش عايزة يباني انها عاملة حاجة خالص في سنان فقد ايه المحافظة على مادة السنة الطبيعية اللي هي اغلى حاجة ان انت شلت بالزبط على قد البلاتيني اللي كان بتشال وشلت الجزء بتاع اللي كان مساوس الحشو البورسلين نبتدي نصور بالكمبيوتر نبتدي نديزاين الجزء اللي ناقص ونخرطه من بورسلين نقي وناخده نلزقه داخل السن فنبتدي الحشو البورسلين اولا بيملى لما بتيجي مادة اللازق بتملى الفراغ بتاع الكراك اللي موجود انا ما اخدتش غير الحتة اللي في النص لو تلاحظ حريك انت اساسا مش شايف اي جزء من السنة اكنه محشي ما فيش اي حاجة محشية خالص في نفس الوقت رجعنا النقطة البني تاني اللي كانت اكنها موجودة في الاول السنة رجعت كما كانت بدون اي تسويس احنا عملنا مجرد بروكزيما البوكس في التعب بوكس في الجنب كده عملناه على قده عملنا رجعنا العلاقة ما بين السنة واللي جنبها زي بالزبط ما كانت ده كمبيوتر ترجع الفن في الدكتور ان هو دكتور دكتوراه عليك تحفظي فيقدر انه هو ياخد بس الحتة اللي فيها مشكلة من غير ما يجور على باقي السنة تاني حاجة الكمبيوتر يعمل لي الجزء اللي مقص في السنة بشكل جميل تالت حاجة انك تلزقها تقفلك لو فيه كراك او فيه شرخ تلملك الجزء بتاع السنة تمسك السنان غير التاني اللي كان بيفلأ لا ده بيلم السنة ويحافظ عليها من الكراكس وفي نفس الوقت عمر الافتراضي بتاع الكلام ده قد اياه دكتور ايمان يعدل 15 سنة فاذا انا رجعت سنتي طبعية تاني مكلتش من السنة الجزء اللي فيها مكلتش من منها خالص تاني حاجة انا رجعت مادة سنية نفس خصائص المادة السنية يعني البورسلان ده 95% درجة المكيماش والتمدد وكسافة وهاردنس او القوة السطح كل الكلام ده 95% زي المينات طبعية فبالتالي انا مش هيحصل لي مشكلة نتيجة من ده ان رجعت سنتي برانيو رجعتها زي ما كانت بالظبط هنا لازم نفهم انه كتير من الافكار عن الاطقم ممكن تكون مختلفة الاطقم الاطقم يعني الاطقم الاسنان ممكن جدا افكارنا فيها تبقى مرتبكة وناس حفظة جمل من قديم الازل لان دي الفكرة بتاعت جده وجدته الاطقم سؤال مهم هنسمعوا من هنا يا عطيف كتير مننا شاف جده او جدته بعد ما فقدوا اسنانهم وبدأوا يركبوا طقم اسنان وطبعا بيصعب علينا حالهم لكن اكيد حالهم افضل كتير من الاجيال اللي سبقتهم لان مراحل صناعة اطقم الاسنان مرت بتطورات غريبة اطقم الاسنان الاولى ظهرت في ايطاليا سنة 700 قبل الميلاد وكانت عبارة عن اسنان بشرية مع قطع من اسنان الطور وفرس النهر وعاجل فيل محسورة في اسلاك من الدهب وكانت بتفوح منها رائحة كريهة دلوقتي في طرق كتير حديثة في مجال تركيب وزرع الاسنان ما بقاش بس طريقة لاعادة تأهيل الاسنان لكن كمان بيستخدم للتجميل والحصول على شكل احسن وسبات ومتانة يا ترى ايه احدث التقنيات لزراعة وتركيب الاسنان وازاي بتتدخل التكنولوجيا في اعادة بناء الاسنان وايه هو الزرع الفوري للاسنان التقنيات الحديثة والزرع الفوري هو ده الاهم في حوارنا اليوم ايه الزرع الفوري طبعا نسمعنا كثير لكن ناس كتير على فكرة بتجي لك تقول لك انت قلت الزرع الفوري زرع الفوري هو الفكرة ببساطة احنا يمكن عندنا دلوقتي نوعين من التركيبات عندنا نوع من التركيبات اللي بنسميه التركيبات اللي بتتلزق على السطح على الزرعات يعني بنعمل الزرع كده احنا دايما بتديني نتكلم ان احنا دلوقتي بقينا شغالين بالطبف زرعين او اعلى زرعات في العالم اللي هي بنسميها الام ام بلانس او الميدانتك ام بلانس دي اعلى زرعات في العالم واقضة 2016 احسن تصميم زرعات لان هي فيها كزا ميزة الميزة الاولانية النهاية الوحيدة للزرعات المعووجة اللي بتقدر تشيل مرضاك فيهم والحكاية؟ مرضاك فيهم وشرحك في الحقيقة دي لما جملة والله اه كتير منهم فهم كان صعب كان صعب الشرح فيه صعب بس هي الحقيقة منعكتب لطلبة الطب او لدكاتر الشباب منه للمرضى يعني بس اللي هي فكرة الزرع المايلة المايلة دي وهي حقيقة زرع هيلة جدا جدا يعني وفرت علينا كتير النوع التاني او الحاجة التانية اللي مهمة جدا ان هي الارتباط ما بين الجزء العلو والسفل بتاعها قوي جدا فببقى الفك ان الزرعات فكتير الزرعة بتمسك بسرعة اوي يعني الزرعة في سبع اسابيع بتبقى مسكت في العضن بشكل كبير اوي طيب الميزة في التركيبات الجديدة ايه؟ ذا ما نتكلم ان احنا ببتدينا نفهم اكتر يعني ايه ان احنا ندرس العلاقة بتاعت الفكين ببعض العلاقة بتاعت الفك بالوجه كان موضوع الوجه ده بيجي بالحظ يعني كان ايه كنا مسلا ايه نعمل السنان وبعدين ايه بعد ما نزبط جوه يبتدي نلاقي ان انا الوجه زبط ساعات وساعات لقص وما زبطش لقص انما دلوقتي لأ بقينا بنقدر بالسوفتوير بنعمل حاجة سماسري دي كاميرا نريكونستركت او نعيد تكوين الوش ونشوف تأثير السنان عليها يبقى شكله عامل ازاي هتطلع السنان لبره شوية هتاخد السنان لجواء شوية هعمل عضة شكلها عامل ازاي البروس بتاع الفك الأمامي والفك العلوي والفك السوفلي طيب فبتدينا ان احنا نصم بتدينا ان احنا نعمل تصميم بتاعت سنان احنا نركب الاجزاء العلوي بتاعت الزرع بشكل معين ونحط التركيبات اللي هي بتطربة قدي ايه الموضوع صعب 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 علينا احنا كده كثرة سنان اول حاجة يمكن ده التصميم ان دي كانت حالة فيها ست زرعات فان احنا عملنا التصميم للمنطقة العلوية ازاي بالاسنان باللسة بالكلام ده كله والكمبيوتر عارف مكان الزرعات عارف فين العظم بتاع الوش عارف فين الشفايف والخدود والكلام ده كله فدي يمكن مريضة يمكن كان معنا الصورة لها قبل التعن هي مكانش فيه خالص ولا سن حطينا ست زرعات فوق وست زرعات تحت ويبتدينا نعمل تصميم للجزء العلوي اذا ما انت شايف كده دي الهول او الخروم اللي بيبقى فيها اما كان الزرعات اللي بنربط فيها التركيبة ونبتدي نتشك العضة ان العضة تمام لا ده انا والله عندي فيه بروس في السفاك السفلي شوية يعني دي مش النهائية ده كان في ديورينج التصميم انا بقرب لفكر الناس ازاي احنا بنقدر نشوف متاع فده منظر يمكن الزرعات لما ركبنا عليها الحاجة اللي هي هيتلزق عليها او هيتربط عليها التركيبة فانا ما عنديش ولا سنة خالص ولكن الزرعات كمان بكتور ايمن بتتحط بشكل انا عارف السنة هتطلع فين وعارف الهول او الشانل القناة اللي هربط منها هتطلع فين عشان ما نفعش تطلعلي في حتة امامية فاحنا اصبحنا بنحط الزرعات واحنا بنديزاين بالكمبيوتر في اماكن معينة بحيث ان انا طبعا شايف ممكن منظر الوش والخد قد ايه كان مطبق وقد ايه الفكين فيهم تهدل كبير جدا نتيجة عدم وجود الاسنان فبنركب ده ونبتدي بعد كده اعمل بقى التركيبة بتاعتي يمكن عندي صورة ليه شكل التركيبة لوحدها بتبقى شكلها عامل ازاي بتبقى عبارة عن اللاسة بالاسنان محطوطة بشكل معين بحيث ان انا اهي بص حالتك ادي اللاسة اشوف اللاسة زي مبنية التعريجات بتاعت اللاسة معمولة بشكل انها دي ارتفيش دي لاسة صناعية مش لاسة حقية بالضبط بحيث ان هي توضاهي اللاسة اللي موجودة في فم المريض بحيث ان مثلا لو في كرمشة مثلا في اللاسة بشكل معين هي هتكمل مع الجزء الارتفيشي والتشانل زي بتتقفل بعد كده بنوع من الانواع الحشوات اللي مبنش خالص فنبتدي ان احنا نحط ده ونربطه وده المنظر تحت كويس فوق ده المؤقت ده البلاستيك اللي فوق ده بلاستيك ده احنا كنا عاملينه اللي هو المريض مشي بيه يوم العملية يعني احنا حطينا الست زرعات وست زرعات فوق وتحت والمريض ميشي بالتركيبة دي يوم العملية ميشي بسنان بلاستيك يقعد بيها سبع اسابيع فوق وتحت سينا يمكن نفكيرها تحشل نوري الناس شكل احنا سكنا تحت لكن كان تحت فيه نفس زي اللي فوق بسه بالضبط كده فده المنظر بعد كده بنبتدي ان احنا نفك بقى لتنين بعد سبع اسابيع ونحط ده اللي احنا صممنا على الكمبيوتر وزي ما انت كنت شايف برا كان فيه الهولز الهولز دي تقفلت بيه الحشو مش باين خالص اللاسة مش باينة بنفس لون اللاسة واضي منظر التركيبة النهائية العضة بقى زي في حالتك مقفرين الفك السفلي متداخل مع الفك العلوي بشكل كامل اللاسة زي اللاسة بالضبط الطبيعية مفيش اي اختلاف التركيبة بقى خلاص شكل الوش بيرجع تاني يتفرد السنان الدحكة بترجع تاني المريض ده بيبقى كنه مش عامل حاجة خالص هي الكفاءة في الموضوع مش ان الناس في الحالات دي بالذات لان المريض عادة بيبقى يعني بعد التلاتينات الكفاءة في الموضوع انك متعملش حاجة داني انها معمولة يعني اساسا مفيش لا سنان ولا جدور ولا لسة وانت حطيت كل ده صناعي ويتعمل في هارموني وفي تناهم ان انا يبقى باين ان ما فيش اي حاجة معمولة خالص واكد ان ما فيش ثنانه بنفس الشكل ونفس الرصة ونفس الابتسامة ونفس الدحكة الجميلة من غير ما يبقى فيه اي افاكتس وممكن يبقى فيه درجة شفية شوية ممكن يبقى فيه سفار سنة صغيرة مش قوي لبعض الناس اللي بيحب ان يبقى فيه درجة شوية من الطبيعية في الاسنان اللي هي تناسب السن سؤال مش سؤال هو فرحك بمكسب بجين احنا كسبنا جين جين طب الاطفال تعلم الاسنان او بمعنى صح طب بقى اسنان اطفال عشان يبقى واضحين يعني الناس بدأت تهتم اكتر باسنان اطفالهم بانه اسنان اطفالهم بقوا هدف انهم يكونوا افضل عشان طبعا احنا بندلع اطفالنا برضو جدا فبيبقى بيخاف خاف جدا وانا قلبي ما يطوعنيش ان انا ايه اشوفه بيعيط او اشوفه زعلان او اشوفه مش عارف ايه والعيال من الدلع برضو بتبقى يعني صعب السيطرة عليها يعني غير البكري ممكن البكري يبدو قدرت اقعدوا انما التاني ده وبقالبك ده عارف قداما فبنصرف عليهم كتير علشان ندخلهم دارس انترناشنال وعلشان نعمل لهم حاجات كتيرة حلوة وبنيجي في السنان واللي هي مهمة جدا اللي هي هتأصل عليه في الجزء التاني من حياته اخوفه كمان من دكتور الاسنان هم نفسه بيخليك انت برضو تجري في الخوف وبيعيط خلاص مش رايق خلاص يا حبيب مش رايق فبالظبط نوعا نتفرج على التلفزيون فالمشكلتين دول حلهم حاجتين الحاجة الاولانية قد ايه طب الاسنان تقدم قوي في الحاجات التركيبات على الاسنان اللبنية اللي هي بلون الاسنان يعني كان زمان ما عندناش غير الكافرز المعدن دي اللي بتتحط كويس دلوقتي لأ بقى في كافرز برضو زي الكبار بلون الاسنان ده انت هتقول لا ده عيل ومش فاهم ومش عارف ايه والكلام ده كله الطفل شخصيته بتتكون في المرحلات اه طبا فلو حضرتك هو متدايق وذعلان وخايف يضحك قدام زميله شخصيته تبقى منطوية وجبان ومنغلق على نفسه ومش اجتماعي فقد ايه مهم ان هو الولد يبقى مش بالمان يعني لو شوف منظر مثلا الاسنان دي هو تخليه ايه يبقى على طول ايه حاسس نفسه هو نفسه تدي له الانطباع انه هو لا انا اسناني مش حلوة فانا اتعودت ابقى مهمل اتعودت ان انا على طول خلاص شكلي مش هيتعدل موروفر ده كسيكولوجيكال او كنفسية فبتعمل مشاكل نفسية اه تخلي الطفل يعمله مشاكل في شخصيته فمهم اوي ان انا اهتم بشكل الطفل ما اقولش ده طفل لا لازم اهتم ذا ما باهتم بحياته كلها اهتم باسنانه دي النقطة الاولانية النقطة التانية الخوف دلوقتي حاليا انا بقى تمانين في المئة من شغلين في الاطفال بنجيكولي كويس بنقوم عاملين ايه يعني امكن الحالتين دول حالة دي اه هو دي اه الاسنان كلها عنده الاربع الاماميين فيهم تسوس وفيهم كان فيهم كمان خراريج ومش عارف ايه والكلام ده كله كزا خراج وتآكل خالص يخش ينام طفل ينام ساعة يعمل له اسنانه كلها لعشرين سنة الاسنان اللابنية عشرين سنة مش زي السنان الدائمة الاتنين وتلاتين الاسنان اللابنية بيبقى عشرين سنة بيبقى يعني ست اه اه اربع قواطع ونبين صغيرين ودروس صغير فعندي عشرة فوق وعشرة تحت فبنخش نعمل لو في مشاكل في العشرين سنة بنخش نعملهم في ساعتين وهو نايم ويطلع زي ما حالك شايف كده ده ده والولد لسه متخدر ده كويس دي حالة تانية برضو نفس القص تسوس الاسنان الاسنان متأكلة خالص نخش نعمل حشو العصب الجزئي بتاع الاسنان اللابنية ونحط لهم التركيبات زي ما انت حالك شايف كده التركيبات بتبقى جهزة دي بتبقى حاجات جهزة كويس نوع من انواع الزيركونيا كراونز هيلة جدا بتبقى التركيبات ده اللي احنا كنا متضايقين منه او اللون التبشيري شوية ده ده بيبقى في الاطفال هو سنانهم كده هو ربهم يبقى خليها كده فبيبقى مناسب جدا قد ايه الاسنان الجهزة دي بتبقى مناسبة جدا ليه الاطفال وبتبقى مناسبة جدا ليه السن ده فالطفل بيخش ما بيحسش بقى بقلم ولا اي حاجة هو بينام كويس فانا اللي هخاف عليه بقى ولا هزعل ولا اي حاجة خالص ولا هو جبان مش جبان مش مشكلة هينام هيقوم تبقى سنانه جميل سعدتنا في حلقة ثلاثية رائعة جدا عن الزراعة وعن التجميل وعن التركيبات وعن الحشوات يعني وعن كمان الاطفال يعني الاطفال النهاردة ولكن برضو هم خد وقت في الاخر كده ناديهم وقت اكبر في المرة اللي جاء لانه عالم طب الاطفال في الاسنان بقى او عالم طب الاسنان الاطفال بقى عالم مهم جدا جدا دكتور شادي نورتنا بنا خليك دكتور عيو خليكوا دايما مع الدكتور هذا البرنامج برعاية مستشفى الامم الاستاذ الدكتور سيد الاخرس المركز المتكامل لعلاق بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري مع شاين وايت دحكتك تعبر عنك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة